كنا نتمنى أنهما يكون عندهم نوع من الولاء لهذا الوطن كنا نتمنى أن يكون صدرهم رحب ويتقبلوا الهزيمة بصدر رحب ويعترفوا بيها ويقدموا التهنئة للرئيس عبد المجيد تبون اللي فاز بولاية رئاسية ثانية كنا نتمنى أنهما يقنع الشعب الجزائري حتى اللحظة الأخيرة أنهما حرصين على هذا الوطن وأنهما بيشاركوا في العرص الديمقراطي الذي حدث في هذا الوطن إلا أنهم تحركوا بالطريقة المعهودة والمتوقعة وقرروا أنهما يثيروا حالة من القلق والقلاقل على المستوى الداخلي ومحاولة التشويش على العرص الديمقراطي الذي حدث في قلب دولة الجزائر خلونا نعرف التفاصيل ونعرف تداعيات ذلك الذي حدث في قلب دولة الجزائر الشقيق خلال هذه الحلقة لكن عبلها شير لايك للفيديو دوك ومنتك الجميل أنا أحمد عبدالهدي وانت من حق التعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم مرت الانتخابات الرئاسية في قلب دولة الجزائر الأشقاء في دولة الجزائر ها أنا زا أنطقها زي ما حضراتكم عاوزين بس بصراحة ربنا أنا يعني كمصري ما بعرفش أنطق الكلمة أو أستمر في هذه الكلمة بكلمة الجزائر لأن إحنا عندنا النطق في مصر إحنا بنقول عنها دولة الجزائر بعض الأصدقاء الأعزاء ويمكن إحنا كنا نوهنا في حلقة سابقة أثناء بث مباشر وإحنا بنقدم فيه التعنيعة للشعب الجزائري الشقيق قلنا خلي بالكم الشعب المصري بينطق دولة الجزائر في الجزائر طبعا فرق في اللهجات وطبعا الأشقاء في قلب دولة الجزائر الشقيق عبروا عن امتنانهم وقالوا ما فيش مشكلة خالص إحنا عارفين اللهجة المصرية وتقبلوا المسألة بصادر راحب فأنا بحاول بقدر الإمكان أن أقول دولة الجزائر وكون حارصة عليها لكن إحنا كمصريين بنتلاقي الكلمة أثناء الكلام بنحوّد يمين فبتبقى الكلمة غريبة علينا بعض الشيء فأنا لما أقول دولة الجزائر فأنا بكون مفتعل يعني ما بكونش حاسس أن أنا بنطق الكلمة بالطريقة التي أعشقها لأن أنا عاشق للشعب الجزائري الشقيق ولشعب تونس ولكل الشعوب العربية تحديدا فمش عاوز حد يزعل مني بسبب النطق بهذه الطريقة فاسمحوا لأن أنا أنطقها بالطريقة اللي أنا حاسسها واللي أنا عاوزها مرت الانتخابات الرئاسية في دولة الجزائر الرئيس عبد المجيد تبون حصل على الأغلبية شارك نسبة أكبر من كل الذين شاركوا في كل الانتخابات السابقة وإن كان حاول بعض الخوانة أن هم يشككوا في هذه النسبة ويقولوا ده غالبية الشعب الجزائري أساسا رفض أن هو يشارك في هذه المهزلة طبعا هم بيعزفوا على وطر النسبة يعني هم بيحاولوا بقدر الإمكان يضموا النسبة التي لا تشارك في الانتخابات في العادة باعتبار أن هم معطردين على عبد المجيد تبون طب يا حلتها لو أنت معطرد على عبد المجيد تبون ما أنت كان عندك اتنين منافسين كنت تقدر أنك أنت تدي فيها صوتك ليهم بيعزفوا على الوطر ده على الرغم من أن الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية في قلب دولة الجزائر الشقيق الأخيرة أكتر من أي نسبة حصلت في انتخابات سابقة ورغم ذلك يجي هؤلاء الخوانة يشككوا في الانتخابات ليه؟ وهم بياخدوا الدولارات المغموسة بالدم في سبيل أنه هم يشويشوا على دولة الجزائر هو أنت عاوز عبد المجيد تبون ياخد دولة الجزائر يضحى في مقدمة الدول في قلب المنطقة العربية يخليها دولة فاعلة جدا يخليها دولة تتبنى مئات الملفات في قلب مجلس الأمن الدولة على أفضل وأخطر ما يكون يخليها ذات علاقة وكل القوى الكبرى يخليها أيضا دولة متميزة جدا لدرجة أن هي الدولة الوحيدة اللي تدخل مجلس الأمن الدولي في أربع دورات متتالية وتحصل على العضوية غير الدائمة في قلب مجلس الأمن الدولي والمطلوب أن نحن نسيب دولة الجزائر تمر كده؟ طبعا لا وبناعا عليه بدأوا يأجروا مجموعة من الخوانة والفاسدين بدأوا يشويشوا لك هوا 47 مليون كان المفروض أنه هم يشاركوا ما شاركش منهم غير 5 أو 6 مليون لإني الـ 41 مليون دولي أعترضوا يا راجل أعترضوا طب هم اعترضوا المراضي طب وماذا عن الانتخابات السابقة؟ كان بيعترضوا على مين؟ على الرغم من حالة الحراك الكبرى كان بيعترضوا على مين؟ وأبلها 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 أضف إلى ذلك وهذا هو بيت القصيد كل الانتخابات الرئاسية على مستوى العالم لا يشارك فيها أكتر من من 33% لـ 45% وبي كتير أوي 50% شارك في هذه الانتخابات الأخيرة نسبة كبيرة جدا أكتر من النسبة السابقة في السابق شارك حوالي 41% من عدد الأصوات المراضي شارك حوالي 48.5% نسبة مشاركة عالية جدا هتعزف لعلى وطر أن الذين لم يخرجوا معترضين ومحتجين وممتنعين طبعا لا إيه اللي حصل بقى حضرتكم؟ الرئيس عبد المجيد تبقوني طبعا أنه هو يحسم المسألة إنما قدم مرشحة المعارضة اللي خاض السباق الرئاسي في الجزائر طعنا قانونيا على النتيجة المؤقتة للانتخابات الرئاسية في الجزائر موجهين توبيخا شديدا لمسؤول الانتخابات ومعترضين على فرز الأصوات وقدم عبد العالي حساني شريف ويوسف أشيش طعنا أمام المحكمة الدستورية الجزائرية متخذين بذلك أول خطوة مطلوبة للطعن على نتائج الانتخابات اللي فاز فيها الرئيس عبد المجيد تبقون بنسبة 4.97% من الأصوات ويمنح القانون الجزائر المحكمة موهلة 10 أيام من أعلان النتائج المؤقتة للانتخابات للبت في الطعون طعن على الرحب والساعة حقك القانون لما فيش مشكلة خالص لكن شوفوا حضراتكم حيثيات الطعن الناس ديت معترفة بأن عبد المجيد تبقون اكتسح الانتخابات طب انت عاوز ايه؟ يقول لك لا بس احنا عاوزين الأصوات بتاعتنا حتى لو فرق الأصوات حتى لو 10 أصوات على أساس أن التاريخ هيسجل تاريخ مين يا بو تاريخ؟ كانت اللي اتنين ما حصلتوش على نسبة كم في المية؟ على نسبة خمسة وشوية في المية دع غير الأصوات اللي هي الباطلة يعني كلايهما لم يحصلها إلا على حوالي 4.5% تقريبا فتتقول لي تاريخ تاريخ ايه؟ أهم حاجة أن هم يشويشوا الأرص الديمقراطي الذي حدث في قلب دولة الجزائر أضف إلى ذلك وهذا هو المهم شهدوا بديمقراطية الانتخابات شهدوا بنزاهة الانتخابات شهدوا بأن عبد المجيد تبون هو الذي اكتسح الانتخابات طب انت عاوزي بقى؟ لا لازم يشويشوا أو على رأي المصريين يصطدوا في المية العكرة وقد يتطلب الحكم من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إعادة إحصاء نتائج كل مرشح دون التشكيك في فوز تبون الذي بدأ في الفعل في تلقي رسائل تهنئة من حلفاء الجزائر الأجانب وقبل يوم واحد من تقضين التعون بتاعتهم وجه المرشحان انتقادات لازعة إلى محمد شرف رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات للطريقة التي تم بها الإعلان عن نتائج انتخابات السبت تم الإعلان عن النتائج قال لك لا أعصي في فارق في الأصوات التي أعلنت ليلة أمس والأصوات التي أعلنت اليوم وبالتالي أنت لازم تراجع يا جماعة لأن احنا كل واحد فينا احتمال أن هو يحصل له كمان على ثلاثة متر وبعمة صوت أنت هتحصل على إيه؟ حتى لو بالفعل ثبت بالدليل القطع أن لك أصوات ثلاثة متر وبعمة صوت أنت هتعمل بها إيه؟ على الرغم من أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أكدت صحة الأصوات هذا عاد عن بعض الجزائريين من التابعين لهؤلاء المعارضة هجمونا لما احنا قدمنا التهيني للشعب الجزائري الشقيق وقلنا مبروك لأن عبد المجيد تبون رجل فعلا المرحلة الفارقة في تاريخ الدولة الجزائرية فهو احنا بنقدم التهناء للشعب الجزائري وجاءنا بأن هما بيهجمون ويقولوا إيه؟ ما تتليها على عينك يا مصري إذا كان عبد المجيد تبون نفسه طعن في نتيجة الانتخابات ناس جهلة، ناس أغبية، ناس حمقة الرئيس عبد المجيد تبون كان تقدم باحتجاج رسمي للسلطة الوطنية للانتخابات لأن البدايات عندما أعلنت السلطة الوطنية للانتخابات عن عدد الأصوات في المرحلة الأولية قالت عدد، بينما لما أعلنت عن النتيجة قالت عدد مختلف هو يا غبي إنت وهو والكلام موجه لهؤلاء الفاسدين اللي هما بيشككوا في نتيجة الانتخابات وبيشككه في أن عبد المجيد تبون نفسه بيقول أن عبد المجيد تبون نفسه طعن على نتيجة الانتخابات عبد المجيد تبون لم يطعن على نتيجة الانتخابات عبد المجيد تبون تقدم باحتجاجه وتحفظ على الفارق في الأصوات والفارق في الأصوات ده لسبب بسيط للغاية أنت في المرحلة الأولينية بتعلن الأصوات كاملة بشكل مبدئي وبتقول أن هناك العديد من الصناديق التي لم تفرز حتى اللحظة الراهنة فالسلطة الوطنية للانتخابات بتعلن النتاج أول بول ثم بعدها بعدة ساعات أعلنت نتيجة مختلفة ده أمر طبيعي تماما فلما تم التقدم بالاحتجاج السلطة الوطنية أعلنت عن النتيجة النهائية ووضحت رؤيتها فإحنا في الساعات الأولانية إحنا بنعلن عن التوجه المبدئي أن الذين شاركوا حوالي مثلا خمسة ونصة أو ستة مليون ناخب من بينهم حصل عبد المجيد تبون على نسبة حوالي تقترب من 94% وبناء على خلاص كده تحسمت المسألة فأنا بطمنك على النتيجة الأولية ثم بعد ذلك بعد أن يتم فرز الأصوات الباطلة واستبعادها وبعد أن يتم فرز باقي الصناديق يتم الإعلان عن النتيجة النهائية ثم شكرا قال شريف لم يكن الرئيس تبون بحاجة إلى هذا الحجد كنا نعلم أنه سيعاد انتخابه ولكن من خلال هذه النتائج لم تقدم له الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات أي قدمة وإحنا عاوزين أصواتنا أصوات الناخبين الذين صوتوا لنا ترد إلينا ونعلم أن هذا لن يغير نتيجة التصويت ولكنه سيسجل في التاريخ تحلوا لي وقد عقد يوسف مؤتمرا صحفيا عرض فيه مدير حملته الانتخابية رسوما بيانية قال أنها تثبت أن النتائج قد تم تعديلها النتائج تم تعديلها وهو ما صفاه بأنه تلاعب 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 مخزي وفادح طب يتلاعب لصالح مين إذا كان أساسا عبد المجيد تبون حاصل على الاكتساح على النتيجة الطب وبناء عليه يتزور له ليه هم قالوا بالحرف الواحد كمان إحنا عارفين أن ده مش هيغير النتيجة لأن عبد المجيد تبون حاصل على الإجماع طيب هنا أنت بتعترف أن عبد المجيد تبون حاصل على الإجماع وهنا أنت بتؤكد أساسا أن عدد الأصوات اللي هتنضم لكم هترجع لكم مش هتغير من النتيجة شيء ثم أنت بتقول أن النتيجة تم تعديلها تم تعديلها ليه؟ هو عبد المجيد تبون في حاجة إلى تلتموت ربعمة صوت زيادة؟ لا طبعا هم بيحاولوا يصطدف المية العكرة على رأي المصري وأضاف هذه النتيجة التي تتوافق على الإطلاق مع عدد الأصوات التي أبلغتنا بها المندبيات الجهوية لذات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات هي وصمة عارع على جزائر 20-24 يعني اللجنة المندوبيات الجهوية اللي هي اللي جاء أن الفرعية لللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بلغتهم بالأصوات ما هي بلغتهم بالأصوات الكاملة دون نظر بعين الاعتبار ودون استبعاد الأصوات الباطلة وبالتالي في مرحلة تالية عندما وصلت هذه الأصوات لللجنة أو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تم الفرز بشكل تفصيلي النتيجة تم استبعاد هذه الأصوات وتم حصر الأصوات الباطلة والأصوات الصحيحة واطرح دا من دا وشل دا من دا فجت النتيجة بنفس الطريقة دية لا لازم يشويشه طبعا مهما يشويشه إلا أن شعب الجزائر أنا بقوله هو الجزائر احتفل مع الرئيس عبد المجيد تبون بهذا الفوز الكاسح طبعا يستحقها عبد المجيد تبون وتستحقها دولة الجزائر الشقيق لأن الجزائر تستحق رجل حجم عبد المجيد تبون تعنى قضاء على نتائج الانتخابات الرئاسية الجزائرية طبعا لن يغير من الأمر شيء لأن شعب الجزائر عنده إجماع كاملا ناس اللي ما خرجتش اللي احنا بنسميهم عندنا في مصر حزب الكنبة اللي هو الحزب دا اللي هو ما بيشاركش في التطورات في التحركات في الانتخابات بس هو عنده إجماع على شخص بعينه أنا عاوز أقول لحضراتكم جات لنا تعليقات كتيرة جدا من ناس قالوا احنا مشاركناش في الانتخابات صحيح لكن احنا مع الرئيس عبد المجيد تبون وبالتالي عدد الأصوات المشاركة في الانتخابات تقاس بالنسبة السابقة التي شاركت في الانتخابات السابقة في هذه الحالة تقدر تحدد إذا كانت المشاركة إيجابية ولا لأ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر